هلعيني طلاب الخامس العلميش أخباركم إن شاء الله تكونون مرتاحين اليوم عدنا السؤال رقم خمسة من تمارين واحد واحد ما بقى الشيء ما بقى الشيء الفصل الأول ينتهي بصراحة يمكن بقى لنا فيديو واحد احتمال الدرس الجاي سوي الأخير هاي هي البعض خلص فعدنا السؤال رقم خمسة من تمارين واحد واحد سؤال مهم جدا وصراحة ويجي الشهريات يجي بنصف السنة سؤال حلو مرتب يقول السؤال إذا كان عندي لغارة من الاثنين للأساس عشرة يساوي أنه 0.3010 يعني هو حاسب لي لغارة من الاثنين للأساس عشرة ومنطيني النات جماله قلت له حلو بعد قالوا لغارة من الاثنين للأساس عشرة 0.4771 قلت له يابا يعني هسا أنت منطيني لغارة من الاثنين ولغارة من الاثنين قال نعم انطيتك لغارة من الاثنين للأساس عشرة هلقب قيمته ولوغارتم الثلاثة للأساس عشرة هل قد قيمتها زين قلت له شنو المطلوب مني آني قال مطلوب منك تحسب لي لوغارتم لهذا الرقم قلت له عمي ما أعروف لي أنصدق ما أعروف يعني اللوغارتمات بالمناسبة ذيش المرة ضمن الخباس آني قلت لك نعرف احنا نحسب لوغارتم الواحد صفر باقي اللوغارتمات آني ما أعرف قيمها شي قد فعجيب طالب مني أحسب لهذا قلت له والله يا عيني هذا ما أعرف أحسب لوغارتم ماله قال دبر نفسك أنطيتك معلومات حاول تتصرف فأني بدأت أشغل عقلي نقول لك يا باب هذا اللوغارتم أو هذا العدد أقدر أكتب أقدر أكتب ثنين في عشرة كم مرتبة عندي واحد ثنين ثلاثة في عشرة والسالة في ثلاثة تذكرون ذي شن مرة كتبت لكم الأرقام هاي قلت لك يا باب الألف نقدر نكتب عشرة تكعي هسه هذا نحسب عدد المراتب واحدة اثنين ثلاثة إذن عشرة والسالة ثلاثة لأن هاي بعد المرتبة زين هاي الاثنين هاي الاثنين العدد الصحيح موجود أصلا حلو إذن هسه أنا مسوي شي غلط لا أستاذ ما مسوي شي غلط خلص راح أحول الضرب إلى جمع يعني ش راح أسوي راح أقول لوغارتهم للاثنين للأساس عشرة زائد لوغارتهم المن؟ العشرة السال بتلاثة للأساس عشرة يعني تحول عندي عملية الضرب هذه إلى عملية جمع حسب الخواص اللي احنا ما قضيناها طيب هسه وياي هذا لوغارتهم للأساس عشرة مو هو منطيك القيمة مالته بل والله هو منطيني لوغارتهم للأساس عشرة هل قد قيمته يجيب القيمة مالته صفر فاصلة ثلاثة صفر واحد صفر زائد او ليش زائد هذا الحد الثاني سالب ثلاثة حسب الخواص تنزل هنا حيصير سالب ثلاثة لوغارتهم عشرة للأساس عشرة تمام تمام هاي نزلت ثلاثين عشرة لوغارتهم عشرة للأساس عشرة هاي هم عندي بيها خاصية إذا تساوي العدد وياه أساسة فراح ينطني واحد واحد في ثلاثة ثلاثة حسه احنا نجي عاد نطرح هالرقمين ونتهى الحل عندنا بتجمعوا الطرح خلوه ببالكم ما تقدر تجمع أو تطرح إذا ما المراتب يتساون كم مرتبة عندك هنا بعد الفارزة واحد اثنين ثلاثة اربعة حلو كم مرتبة عندك هنا بعد الفارزة أستاذ ما عندي أصلا فارزة خلي فارزة ضيفي ثلاثة صفار لا والله اربعة اذا هسه هذا شنو نقرأ احنا ثلاثين الف ثلاثين الف نقص من عدهن هذا الرقم اللي هو منه هذا الرقم ثلاثة وعشرة ثلاثين الف طبعا يا هو أكبر أكيد هذا شارطة تنزل سالب زين ثلاثين الف نقص من عنده ثلاثة سبعة وعشرين الف نقص من السبعة وعشرين الف عشر تالاف بعد أو عشرة راح تقول لي عشرة عشرة ما عشر تالاف راح تقول لي ستاة ستة وعشرين الف وتسعمية ستة وعشرين الف وتسعمية وتسعين صح صح إذن هاي ثلاثة الاف وعشرة أخليه هنا تمام أرجع المراتب عندي أربعة إذن اثنين فاصلة ستة تسعة تسعة صفر رجعت المراتب انتهى عندي حل هذا السؤال حبايبي وإذا أنت ضعيف في جمع وطرح هاي النواتج فتقدر تستخدم الجمع وطرح العامودي العامودي تخلي هذا هذا جواب تبدي تجمع وتطرح على أكل هي هاي فكرة السؤال المطلب الثاني لنفس السؤال قال لي أريدك تفسبلي لغارتهم الالفين البسيطة الالفين أنا ما أعرف لغارتهمها بس أقدر أكتب لك ياها للالفين أقدر أكتب لك ياها ثمين في ألف الألف هو عشرة والستلة طبعا هنا بدون خليه نقول السالب لأن هنا بس حسبنا عدد الأصفار مثل ما وضحت لكم ياهنا في فيديو قديم يعني بس حتى أوضح لك هنا من جديد المية عشرة تربية الألف عشرة تكعيل العشرة آلاف عشرة أس أربعة يعني أربعة أصفارة الميت ألف عشرة أس خمسة حلو لما نجيك ألفين هاي شو رح تتصرف ياه أنت تكتبها اثنين في ألف الألف أنت تعرفها عشرة تكعيب خلص هس آني هنا إجتني ألفين كتبتها اثنين في ألف خليه سويها بالتفصيل المول اثنين في ألف هاي لألفين ال الثنين تنزل طبعا الألف أكتبها عشرة تكعيب تمام حبايبي حسني لغارتم هذا إن وزعه لأن عملية ضرب راح نقول لغارتم للاثنين زائد لغارتم العشرة تكعيب تمام تمام لغارتم الاثنين إحنا عدنا القيمة مالته وناطين إياها لغارتم الاثنين حياتها قلت لها أجيبها جابها والله صفر ثلاثين عشر زائد هذا حسب خواص الأسس يتقدم هنا يبقى عندنا لغارتم عشرة للأساس عشرة تمام تمام راح أمسح ذولي حتى أحاول أستغل المكان ينزل طبعا هذا اللي هو الصفر فاصل ثلاثين عشرة هذا لغارتم عشرة للأساس عشرة واحد قيمته واحد فيه ثلاث ثلاث اجمعهن تقول اللي هنا عملية تجمع أسهل من عملية الطرح هاي الثلاثة أجمعها مباشرة وهي العدد الصحيح راح يصير ثلاثة فاصل ثلاثين عشرة انتهى حل السؤال إذن الفكرة هو الاستفادة من هذول اللي انطاني إياهم وطبعا استفادة من الخواص اللي انت ما أخذهم قبل تمام حبايبي الفرع الثالث اللي هو فرع سي بس أنا هناك كاتبة ثالثا قال لي حسب لي لو غارتم اثنعش لا ما عرفه حسبة زين شلون نتصرف نجي نقول يا بل لو غارتم من اثنعش اقدر اكتب اقدر اكتب اربعة في ثلاث اقدر لو ما اقدر طبعا اقدر بعدها صار عندي عملية ضرب اللو غارتم يتوزع على الضرب لو غارتم اربعة للأساس عشرة زائد طبعا هو ما يتوزع يصير ضرب لا يتحول جمع ولو غارتم ثلاثة للأساس عشرة حلو حلو هذا قيمته هو ناطيني اياها لو غارتم الثلاثة للأساس عشرة ناطيني قيمته من البداية معطى هسا اجيبها بس هاي لو غارتم الاربعة هم ما عرفها اذا لازم اتصرف اياها لو غارتم الاربعة راح اكتب الاربعة اكتب اثنين اثنين تمام لان اربعة عاد اكتب اثنين اثنين زائد لو غارتم الثلاثة للأساس عشرة طبعا هناهم أساس عشرة هاي الاثنين تتقدم حسب الخواص يبقى عندي لو غارتم اثنين للأساس عشرة زائد لو غارتم الثلاثة للأساس عشرة تمام طلابي هذا عندي قيمته لو غارتم اثنين وعندي قيمته هذا اذا اجيبه مع وضو وخلص الاثنين تنزل لو غارتم اثنين عندي صفر فاصل ثلاثين عشرة لو غارتم ثلاثة هم عندي هو من طين يا صفر فاصل اربعة سبعة سبعة واحد حلو حلو زين اجي اضرب بالبداية لان الاولوية العملية تضرب نين في صفر صفر نين في واحد اثنين نين في صفر صفر نين في ثلاثة ستة فارز صفر تمام عاري نضرب طبيعي هذا نزل نجمعهم هسه طيب شون نجمعهم خلي نسويهم جمع عامودي يعني صفر فاصل ستة صفر اثنين صفر هذا الرقم الاول نجمعهم بدون المرتبة بالبداية وبعدين نعود نسويها اربعة سبعة سبعة واحد بدون المرتبة الحوايبي يجمعوا صفر واحد واحد نين وسبعة تسعة صفر وسبعة سبعة ستة واربعة عشرة اذا هذا هو الناتج مال هنا راح اكتبه عشرة سبعة تسعة واحد كم مرتبة عندي اربعة مراتب واحد اثنين ثلاثة اربعة اذا هنا راح نخليه تمام سهل فاني فقط يعني ولو انا اذكر شرحت لكم هذن الاشياء بس دير بالك انت هنا اليوم تحتاج توصل الهذا اللغة رتم والهذا اللغة رتم فلا تنسي اذا اجاك مثلا خليه نقول صفر فاصل صفر صفر واحد هذا شون ينكتب ينكتب واحد في عشرة كم مرتبة واحد ثنين ثلاثة اربعة سالب اربعة زين صفر فاصل صفر 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 اثنين هذا شون ينكتب ثنين في عشرة واحد ثلاثة اربعة سالب اربعة زين صفر فاصل صفر صفر ثلاثة هذا شون ينكتب ثلاثة في عشرة عشرة واحد ثلاثة والسالب ثلاثة تحسب ليهم وتخلي الاسب السالب زين صفر فاصلة صفر صفر سبعة تقول لي عادي سبعة في عشرة واحد واحد اثنين ثلاثة سالب ثلاثة إذن هنا دائما يكتب بالسالب لما السالفة بيها مراتب دائما يكتب بالسالب شي ثاني الأرقام هسا اللي وضحت لك ياها الألف والعشر تالاف وهذه الأشياء فانتهي طبعا التمارين هاي بقعدنا فيه شي بسيط إن شاء الله أذكره لكم ياه بالدرس يجاي ويخلص عندنا الفصل الأول